عندك مشكلة في النصوص والبلاغة؟ البلاغة والنصوص والأدب تقريبا أكتر من نص الامتحان وشايلها مهم مش قادر تفهم الأبيات أو فاهمها بس بصعوبة كبيرة؟ جبنا لك الحل معنا في كورس البلاغة والنصوص في الكورس ده بنعلمك البلاغة كلها لسنة أولى والتانية والتالتة سنوي من الصفر لحد الاحتراف عشر محاضرات شاملة تغنيك عن أي درس حرفيا بنعالج فيها كل نقطة في المنهج وبنشتع علم البيان وعلم البديع وعلم المعاني بالتفصيل وبنعلمك إزاي تتعامل مع أي نص بشكل احترافي مفيش قطعة في الأدب ولا النصوص ولا البلاغة هتقف قدامك بعد كده بإذن الله تقدر تكلمنا على واتساب وتعرف التفاصيل وتكون مع مستر محمد ماهر إن شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي يعلم بالقلم وعلم الإنسان معلم يعلم والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة شباب النهاردة بنات عن حلم مع بعض الفصلة الثالث من فصول يا جماعة من فصول القصة على الجزء الأول من جتاب الامتحان ضفحتنا الأمورة الجميلة عشرين أربعة وعشرين أول حاجة قواني المزني وأحسست من صغري أن شأني غيره شأن الناس حسنت من صغير أن أنا غير الناس وأني فقير وإن كنت مستور الحال معنى أنا مستورين لكن أحسنت أني فقير ولكن السترة أو السترة لا ينفي الشعور بالفقر وغضضته ومضضيه يعني الستر برضو مش بيشيل إحساس الصعب بتاع الفقر بول فأرهف ذلك إحساسي ده خلي إحساسي مرهف شوية حتى صار ينحى بمثل حد المبراطي على قلبي فيحزه ويقطعه إيه معنى كأنه؟ يعني بول إحساس ده جماعة كان صعب قوي على قلبي لدرجة أنه كان عامل زي البراية عامل زي سن السكينة كده وهو بيقطع في قلبي طبع لو ركزنا ده تعبيق قوي جدا يعني أنا فيه لون بياني يا جماعة بيدل على شدة الألم اللي كان بيتعرض لها نفسيا بسبب الفقر بول فنزعته شيئا فشيئا إلى الإنقباض عن الناس يعني مع الوقت بدأت أن نعزل عن الناس واتقاء الخوض معهم فيما يخوضون مما يستدعي نفقة وتكون فيه كلفة يعني أي حاجة فيها فلوس أو أي حاجة الناس بتعملها بدأت تبعد عنها بدأت تبعد يعني بقاش اجتماعي يا جماعة بقى شخص منطوي أو منعزل إنما طاح سين بيقولنا على أنه لم يلبس أن تبين سبب هذا كله هو عارف سبب المعاملة الغريبة دي كلها فقد أحس أن الغيره من الناس عليه فضلا عارف أن غيره من الناس بيتخضر عليه بحاجات إنه هو أعمى فطبعا إخواته بيعملوا حاجاته وما يقدرش يعملها وأن إخوته وأخواته يستطيعون ما لا يستطيعوا ينهضون من الأمر لما لا ينهض له وأحس أن أمه تأذن لإخواته وأخواته في أشياء تحذرها عليه وكل ده كان يحفظه كان يغضبه يعني كان بيخليه متضايق ولكن لم تلبس هذه الحفيظة إلى أن استحادت إلى حزن صامت عميق ذلك أنه سمع إخوته يصفون ما لا علم له به فعلم أنهم يرون ما لا يراه لهم صدي وسلم وبارك سيدنا وهم لما نيجي نوازن بين الكاتبين في التعبير عن عاطفته إن كل كاتب في التعبير عن العاطفة بتعلم ألف و لا أسلوب طاحسين أبرز عاطفة الحزن و هذا كان موجود لما ألقى حس أن الغيره من الناس عليه فضلا هذا كان موجود فعلا في حين لم تضضح هذه العاطفة في كلام المزانية طبعا هذا غلط المزانية كان بايد قوي في كلام الحزن و كمان المزانية كان أكتر في تبيين الحزن إنه طاحسين قال إن أنا حزين بحاجة دي كان بتغضبني بس إنه مزانية قال لك ده كان عامل زي حد الليبرا يعني عامل زي سن السكينة كده هو بيقطع في قلبي طبعا ده كان أدق بكتير جماعة و ده يعني أشد بكتير به كده الكاتبين برعة في تصوير عاطفه من خير الألفاظ الدل عليها للأسف يا جماعة طاحسين ما كانش زي المزانية المزانية كان اللفظ بتاعه أقوى بكتير عشان جاب لون بياني كده الكاتبين فشل في تصوير عاطفه طبعا غلط الاثنين نجحوا بس المزانية كان أنجح اللي جاب له الصحة جماعة و أداية لأسلوب المزانية أقوى في التعبير على عاطفة الحزن و يبدو ذلك من خلال استخدام إن الصور البانية طبعا مقال حد المبراطي على قلبي فيحزه و يقطعه مائن جدا من الكلام إنه هو متأثر أكتر بعد كده كان سنة اثنين كان سابعة 13 من أبناء أبيه و خامس حداشر من أشقاءه يعني من الآخر كده أبو طلح سن كان متجوز اثنين و كان عندهم يجي 15-16 عيل رقم مهول و كان يشعر بأن له بين هذا العدد الضخم من الشباب والأطفال مكانا خاصا يمتازه من مكان إخواته وأخواته يعني كان حاسس أنه ليه مكانة خاصة بينه و بين إخواته بين إخواته أكان هذا المكان يرضي أكان يؤذي الحق أنه لا يتبين ذلك إلا فيه خموض وإبهام لا يمكن أن أعرف بالضبط و هذا استنتج من خلال فقرة عادة اجتماعية منتشرة في ذلك الوقت و هدلل عليها طبعا عادة الاجتماعية المنتشرة يا جماعة هي كاسرة الإنجاب و طبعا الدليل عليها أنه كان استيبع 13 و خامس حداشر من الأشقاء بعد كده ثم استنتج سبب حيرة الكاتب وهو كان حيران ليه يا جماعة لو إحنا قررنا بيت الفصل هو يقول لنا كان حيران مش عالف المكانة دي بترزيه ولا بتؤذيه ساعات بيعمله معاملة حلوة وساعات بيعمله معاملة قاسية وساعات بيعمله معاملة يعني لطيفة وساعات كده كلها عنف وساعات إخواته يبقوا ريبين منه وساعات بيحطاطه معاه أو بياخدوا بالهم قوي يعني بيحزروا معاه فطبعا الحيرة ليه يا جماعة عشان هو مكانش عارف أكان هذا المكان يرضيه أكان يؤذيه فطبعا أقول سبب الحيرة جماعة هو تناقض قصرته في التعامل معه انه قصته كانت متنقضة في التعامل معه مش عالفهم بيعملوه حلوه ولا وحش بالضبط ولكنه كان يجده الى جانب هذه الرحمة والرقفة من جانب امه شيئا من الاهمال احيانا ومن الغيزة احيانا اخرى وكان احتياطه اخواته واخواته يؤذيه لانه كان يجده فيه شيئا من الاشفاق مشوبا من شيئا من الازدلاء بقول لنا استنتج بخال الفقرة سبب اهمال امه له احيانا لأمه كان بتحمله كل شوية جمع احيانا استنتج طبعا لو جيت استنتجت هنقول يا جماعة بسبب كسرة عدد الاسرة وده تذكر عندنا بالنص كده في الفصول القدام طبعا الفصل التاسع لقل فصل التعوافات اخته قال لنا ان العائلات في الريف معرضة لنوع ده من الاهمال بسبب كسرة عدد الاسرة والام مشغولة للنهار طبعا سبب اهمال امه له احيانا هنقول يا جماعة كسرة عدد افروض الاسرة استنتج سيمة شخصية للكاتب لو بصين الكاتب بيقول انا كان احتياط اخواتي بيؤذيني يعني كان المشاعر بتاعته فياضة يا جماعة زي ما انت شايف لدرجة ان اخواته بس لما معاميتهم تتغير بس معاه كان ده بيؤذي وكان بيحز في نفسيته شوية طبعا ده دول ان شاء الله طبعا حسين يا جماعة مرهى في الحس ودي اقناها اكتر مرة في النص او اكتر مرة في الفصول ان او كان مرهى في الحس جدا وكان حساس في البدا دي كده فالاجابة صحيح تقمرها في الحس وبكده اخلصنا الحلقة تاعت النهاردة وبإذن الله في الحلقة الجاية هنكمل مع بعض بقيت التدريبات سبحانك اللهم بحملك نشهد الا اله الا انت تستغفرك اتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته